بيتزة المقليات ولا أروع ولا أروع ولا أروع جربوها بإذن الله في رمضان أحتاج بكم وسهلة وبنينة والديدة روحة بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على بي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو ساجل عن النبي اليوم جاء لكم وصفة بيتزة المقلة ليجي بسم الله ما شاء الله مفرمجة تفتفى يا بابا يا بابا يا بابا وشي نقول لكم بيتزة روحة بيتزة في القمة بيتزة أجربتوها العمليفات وخدمتها ما كم قدها المرة اليوم في رمضان فكرتها وعودت هذا الفيديو قبل ما نروحوا للفيديو والوصفة نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ونروح نشوفوا كيفية التحضير والمقادير نروح نشوفوا يلا روح نشوفوا يلا روحوا هنا في مقليات كما كم شوفتو عندي زيت زيتونة وزيت عادي عندي بصلة كبيرة كنت ربيتها نقليها مليح وندبلها مليح كما كم تشوفوا هنا حتى تدبال تماما تماما وبعد راح نضيف لها ملعقة كبيرة طماطم طماطم تكون مصبرة تا المحلات هذيك نحطها مع الطماطم ونبقى نحرك جيدا حتى تدخل طماطم في البصل وتدبال وتأخذ هذيك طماطم شوية طياب نضخفها طياب نجيب هنا كيلو طماطم كنت رحيتو هنا سنعمل كمية كبيرة انتم اذا حابين كمية صغيرة اقسموا فقط نديروا خمسمائة غرام طماطم انا جبت هنا كيلو طماطم تقدر انتم تعملوا ارطال طماطم نضيف لها الملح حسب الرغبة وحسب الضوق ومن بعد نضيف لها ففل اسود فقط ما زد لها حتى توابل ملح شوية ففل اكحل فقط حوالي ربع ملعقة صغيرة ففل اسود هكذا ومن بعد نضيف لها 4 فصوص ثوم نربيهم هنا ونعرف كامل البيتزا تحب الثوم البيتزا تحب الثوم عقد ما نكتر الثوم عقد ما تجيل بنا تجيل روعة 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 نربيهم كمية هذي ومن بعد نضيف لها نصف كاس تعماء ونخليها فيماها تنشف ونحضروا العجينة هنضفت الماء خلاص هنا تنشف شوية ونروح نجيب نحط زوج كسام تعماء يكون دافئ تحبوا تحطوا الحليب حطوا الحليب أنا حطت الماء فقط باش نعمل اقتصادية ونضيفوا ملعقة تا السكر وملعقة كبيرة تا خميرة السكر ملعقة كبيرة هكذا باش تتفاعل الخميرة وتطلع عني تم تم هكذا ونحرك جيدا بالفوية وهنا أنا راح نضيف لهم كاس فارينة راح نضيف معهم كاس فارينة ونعاود نحرك مرة اخرى ونغطي عليها ونخليها تتفاعل لما نعمل طريقة هذي الخميرة تتفاعل في الأول من بعد ستطلع معي ونجيب بسم الله ما شاء الله نحرك نضيح بالفوية ونجيب غطاءها هذيك ونغطيها حوالي عشر دقائق ونرجع لها بعد مرط عشر دقائق هنا راح نضيف لها ربع ملعقة كبيرة تا ملح ربع ملعقة كبيرة كبيرة ملح وتقريب ربع كاس زيت شوية تا زيت ونبدأ نحرك هكذا بالطريقة هذي بالفوية حتى تتمسج كل المكونات مع بعض شوفوا الخميرة بسم الله ما شاء الله متفعلة وطالعة جت ولا أروع هنا راح نضيفه الكاس الثاني تلفارين نضيفني الكاس اللول والكاس الثاني وراح نضيفه الكاس الثالث ونضيفه الكاس الرابع هكذا ونجيب الفوية ونبدأ نحرك في هذه المكونات كل مع بعض هنا راح ننحي الفوية ونبدأ نخلط بيدي احنا قلنا حطينا ربع كيسان نكمل الكاس الخامس نكمله كامل نضيفه كمية فقط اللم به العجينة ونبعد نكمل الكمية اللي بقعت هنا اخذت لي خمسة كقوس تعثرين حجم الكاس 220 مليلتر وزن الكاس 125 غرام 125 غرام نخرج العجينة مرسيبيون نضيفها في طاوة العمل عقدة نضيفه كمية من الزبدة أو مارغارين ونبدأ نضيفها حوالي دقائق ثلاث دقائق فقط يعني حتى تدخل هذه الزبدة الداخل ونحبس عليها هنا نقطع في البداية ونبعد تتلم وتصبح ملسا ونقوم بسم الله ما شاء الله نكمل نضيفها ونضيفها في ريسيبيون كما كم ترى هنا ونخمر حوالي 20 غريقة نصف ساعة أما هذه الحرارة كترى نضيفه زيت من فوق على سطح العجينة ونغطي عليها بالغطاء بعد 20 دقيقة 25 دقيقة حتى نصف الساعة ونرجع لها بعد خمر نحن الغطاء ونضيف العجينة نحن هذا وهو هذا ونقوم هنا كوريات كوريات كورية تزن حوالي 110 و120 غرام كورية نضيفه نضيفه ونبدأ نخدمها كورية انا هنالك كورية هذه الأول والثانية والثالثة حتى كمّلت 1 كورية 8 نكملهم كاملين ونغطيهم بطرسان حوالي 20 دقيقة ونبعد نرجع نخدم فيتزا نغطيهم هكذا بطرسون حوالي 20 دقيقة فقط ونبعد ما مرط 20 دقيقة نبدأ اللي خدمت بها الأول نبدأ بها هي الأول نحط الفارينة في طاوية العمل نحط العجينة التاعي فبينها شوية فارينة ونبدأ نحل بالقراس هكذا نحل على شكل دائري هكذا بشوية بشوية حتى نكملها ونبقى نحل فيها بالطريقة هادي حتى نتحصل على الشكل مطلوب هكذا هنا من بعد رح نحل هالفارينة الثانية وقد حطت المقلة تصحون مقلة ونحط عجين دي في المقلات هكذا ونبدأ كل مرة نحرك ها حتى يعني الطبي ياد أو الطيب شوية فقط من الأسفل ونقلب هنقلبتها نجيب الطماطم تاعي ونبدأ نحط في الطماطم العملية سهلة شوفوا الضوغة الطماطم بسم الله ما شاء الله مع البصل والثوم صدقوني ولا أروع صدقوني ما شاء الله نحط الطماطم الكافية ونضيف هنا نضيف الطن الطن أنا شريت علبة الزيت ولكن لديت علبة طماطم معلش حطيت الطن تاعي هكذا كما كما شفتو كمية قليلة فقط من فوق تعطينا الضوغة للباهي انتم اشريوا الطن الزيت أنا راني غلط جبت الطماطم واجبت هنا الجبن المبشور نحط كمية مرفوق هكذا بالطريقة هذه نحط مرفوق ونحط زيتون أسود وانتم اعتقدوا تضعوا الحم ملحي تكونوا طيبون تحبوا تعشيوا الدجاج كيف صدر دجاج تحبوا مرقاز يعني واشعن في البيت تضعوا أنا هنا نغطيها وعند مقلات في الغطاء يغطيها بالغطاء المقلات أحسن هذا يدوب الفرماج وتكون الفيتزا وجد أنا هنا كل مرة ندورها ندورها بشتطيب يعني في كل الجهات لما نشوفها في الأسفل يعني حمارة شوية النحعة اللي حب يخليها طريقة يعني يخرجها قبل ما الطيب ونحب طيب مضيح هكذا تكون البيتزا واشد نروحوا مع بعضنا ونشوفوا قرصة أخرى نخدموها مع بعضنا نفس الطريقة نفس العملية نفس الخطوات نجيب العجينة نحطوا ونحطوها في المقلات لما تقدر تهز العجينة تعجنها تفوق ورقة طهي فقط يعني بشتسهل الأمور نحطوها في المقلات نحلوها ونضور حتى تأخذ الحميرار من الأسفل ونقلبوها هنا نحط طماطم صلصة خدمناها في البيت ما شاء الله ما شاء الله أنا قمية كبيرة كما تلك ونتم تقدر نقص في طماطم تعمل ورطل فقط يعني الماء الدافع تعمل كاس واحد تعمل جزكيسان إذا حبيت تكون عندك 6 قرصات تأخذ ودير كاس ماء واحد ونعاود نغطيها هنا حتى الطيبة معي ونحي الغطاء هذا قلت لدي مقلات لي فيها الغطاء هذا أجي يكون أحسن أحسن أنا بسينية فقط ونزينها بالزيتون كما شفتم تحب تضيف ها فيف الحلو ونضيف ميز وميونيز كما تحب ونطيب بالطريقة هذه ونحي وشاهية طيبة بسم الله ما شاء الله هذه بسم الله ما شاء الله جاءت إلى أروح هنا لدي كمية مايونيز وهذا يعني اختيارية لحب يضع مايونيز كيتشوف لتحب ونطيب ولكن مايونيز تعرفوا يعني البتزة يوجي ما شاء الله وهكذا نكون كمية معكم هذه الوصفة وصفة بيتزة المقلات لجي من قرمشة روعة 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 يعني حتى كذبات يعني في الليل جي بسم الله ما شاء الله كمية معكم وصفة هذه ان شاء الله تبقوها في هذا رمضان وستعجب بإذن الله وهي أسهل حاجة صحيح يعني انه هناك نتعيبها في الفور رح نحطوها ونتهنوا منها ولكن هذه جي أبن 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 صورة فقط تعطيكم الخبر إذن نحيب ما بقى يلا نقولكم رب يحفظكم ويبارك فيكم رب يتبتكم إن شاء الله وربي يصطركم وكالعادة ما تنسوش خوتنا في غزة رب إن شاء الله يكون معاهم ورب ينصرهم إن شاء الله على القوم الفاسقين الظالمين الطغاة ورب إن شاء الله يرزقنا التوبة نصحة ورب تقبل مننا الصيام والقيام ونقولكم السلام عليكم إن شاء الله في وصفة قادمة إن شاء الله ولا تنسونا فقط بالدعاء كما لا ننساكم بالدعاء ولا تنسوني بتلك نفس العجيب فقط ولدخل أو مر القناة وعجباته نقوله اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله